هتتصرف ازاي؟ هو على قدر فرحينه بس تناسي شهر العسل بسيتك فيه طنط دولة برضو دي هتصرف فيها هعرف هتصرف مهم مكش المهم الفرحين اعمل ايه؟ لا حاجة محتاجة مخبا بقى ومصاريف وكلام منت يا ربي عاشت وشفت ابن يابتز ابوه ولا يعني ما كنتش ابنك لما مضتني على شكاية وصورات امانة ماشي يا ابني يا ضنايا خليك فاكرة طلباتك نعم حاجة راجع لزوءك بقى الرقم اللي هتكتبه واخده وانا مهمة تعناي وما تفهمنش هلط اي حاجة بس بنجين بيها سيولة كده بعد وقف الحادة اللي حصل لانا وناديم وانحنا عادين جنبك محكمة ايه يا بولم ماليش يا البديعة انا مكنتش حابة ان اقللك في وقت زي ايه ده بس الحقيقة انا الخبر اللي عندي ما ينفعش يتأجل يا ساتر يا رب خير مادام اش جان رضت عليها في التليفون طلعت متجوزة بزي ما ده كلام يا عبد البديعة واحدة اول مرة اتكلم معا في التليفون اسألها اقول لها انت متجوزة ولا لا خلص خلص انت قابك بعد نص ساعة في القهوة سلام موضعش هاكله كبيره او عبده انت ملك انت خليك اللي انت فيه ها عندك حل وصد الشيك اللي هكتبه ده ولا هحط الشيك في جيبه وامشيك ده اوه دي تيجي برضو اكتب انت بس 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 باح بح يدك شوية واسيب البيع على علوابنك ماشي يا حلي ماشي يا ابني يا ضنايا ماشي يا حلي انا مش قادر افهم انت ايه اللي جبرك على تناكتها دي وبعدين ده انا اول مرة اشوفك مطاطي لحد كده صدق يبعليك اوه يا دود اللي انت بتقوله ده امسك مساء الفل مساء الجمال واحدة واحدة بقى وفهمني الحكاية يا معلم خالي تتأنزح وتأنعب براحتها هدي فيها مشكلة وانا اخدها على كفوف كوف في الراحة لغاية ما تقع تحت درسي وساعتها بقى شوف مين هيشتغل مين ما تهيقليش يا صاحبي البيت دي شكلها فهمة ودايسة كويس قوي وهو ده حلوة والمثل بيقوه مايوعل الشوط طب قابل يا صاحبي صاحبتك اونلاين حبيبة قلبي اخرب بيتك يا علي هو ده الحل والله بس انت موافق من حيث المبدأ طبعا هو في حل غيره خلاص سيبها بقى على عيل وابنك بس يتقل جيبك تاني يا علي كتبتزبوك تاني مش دلوقتي انا قصدي يعني لما يتم المراد من رب العباد تبقى جهز بالزيادة ماشي اعني ماشي ماشي من شابه اباه وفرما ظلم كمال يا عبدو عشان تعرف اني ارندالي اصلي وابن حلال مصفي السلام عليكم اجب السلام عليكم ايه ده انا لسه هنلعب ولا ايه لا نلعب ايه ده شحنة بس بفراكة قولي ايه اللي حصل مايلك يا اخ الصبري سلامتك يا بابا الله يسلمك يا اخوة يوض انا بسألك انت انت اللي مالك موضوع شغل بس كده محيرني شوية ففرفا دي واضي معبوك وانا اصفلك وصفة مدخورش المية ايه عطارة يا بابا مالها العطارة ايه الاصل ما انت لحم اتفك من خيرها خلاص دلوقتي هنفترق على العطارة بعد ما ربنا ادلك بابا ربنا خليك سبني فحالي انا فيها اللي مكافيني حق علي اللي جيت اديك خبرتي وانتشلك من الهم اللي انت فيه دوت انا داخل انام وامك لو جيت وانت صاحي خليها تصحيني عشان اعرف عملت ايه مع اخلتك في المستشفى حاضر حاضر غبي انت غبي كان لازم تتكلم وتقول علي علي كل حاجة طب اه دلوقتي اللي عارف من برا هيقول علي ايه وهي كمان يعني ايه اللي عجبها في الوداب وعربية ده اعد ليلتك وابت صوتك اقولي يا صبح يا صبح يا صبح يا زميل هنرجع نحط دين على خدرية تانية زي الولاية او اللي ايه مأهور يا صاحبي لا زميل المعركة هبتخلاص غير لما الدم يتصف على اخر احنا تعورنا صحيح بس لسه صلبين طنة انت تتحك على نفسك يا عم انت الرجل جا خدنا سبعات في تمانيات واحنا صدرنا له خدود ناقلم لنا زي ما هو عايز يعني كنت عايزنا مجاقر عشان يترمى في السجن انا عنده قف في الحبس كده سنة على بيب التقشيب على رجل واحدة كده ولا انه يعمل فيا كده ماشي يا عم السيد كلموا عالموباين دلوقتي وقولوا انك رجعت في اتفاقك معاه وهو هيعمل واجب طب علي ايه يا خليش ماد فينا دبعينه صيبوا كده خليه فكرة انه انتصر علينا هو يعني هيروح مننا فين ولا هيقدر علينا بكرة يشوف ده احنا مسجلين ياه اشتا زمين اه ده المعلم غريبي الجوكر اللي انا عرفه وصاحبي وحبيبي اشتا اه شو الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا خجئت لما اسمعتها بطردك عرفتها بنفسي وقلت لها لما انطرف نوح الارندالي قلت لها الممات لا انا مهبرتش اقلناها خلق في كنفون اكيد لو عارفت كانت تسأل عن التفاصيل لو عارفت الممات كانت تقولي انت عايزني في ايه وساعتها بقى تاها بالحسابة وتخب الجوازها لكات من جوازها عشان تاخد اللي وصى به المرحوم برب عليه وصلت معاها بغيت فين انا اطلبت العنوان واستأذنت ان انا نزورها عشان نسلمها امانة باعتها لها المحطوم وده الكلام ايه ايه تانا وتسافر بكرة ان شاء الله هلح عامل يوم الخميس والجمعة جايين وايه اللي يحصل يوم الخميس والجمعة جايين لقدم مفاجأتين بقى من الارتين هيا خوفي منك انت يا ابن القرام داني ما تستعجلش على رزقك بكر انا تعرف كل حاجة هتعزولي ايه رايك بقى نلعب درشا طرامك والله انت رايق يا عم انا عندي محكامة الصبح بادلي ولسه فيه صفر هلو بودة انت صحي جايلي كابوس فاضي يا يا بودة حلمت اني ماشي في غابة الشكر بتاعها مفيوش ولا ورقة وضلمة وصوت الوحوش في كل حدة يا بودة وانا كنت خايفة خايفة قوي وعمل بجري بجري وخايفة حتى من الوحوش دي يفترسني وانا الوحدي سحيت من النمه فزوع لقيت نفسي الوحدي بودة لوحدي ولا خايفة بس اضغط كويس يا دولي لا لا يا حبيبت انا مليش في تفسير الاحلام لا بس انت عشان قاعدة في الاصل الطويل العريضة لوحدك هانت يا روحي كلها كم يوم وما تبيش لوحدك والكويس دي كلها تتزح اه بالمناسبة يا دولي انا كنت بكرة هكلمك عشان استعزلك في السفرية سريعة كلمة الوحوصة لا 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 يومين بالكتير طبعا قابل يوم الخميس تازم اكوني انا ده انا مزددت وانت ايه اللي يودك سوريا؟ ده جزء من وسيط المرحوم عني لازم انفزها عشان يرتاح فاورا طب وانا يا بدي انا اتمنت عليك يا خلاص يا لاطيفة انا قبل ما اجيلك فت عالدكتور وسألته وقال لي كويسة خالص وهتمش على بكرة اخرى النهار بس انا عايز لما ارجع عليك منها ورا البيت مانتش في حتة تانية يعني مفيش حركاتك المصدقوم اللي بتعمليه لا خلاص طوبع والله العظيم طوبع ولو اني كتنيتي خير ربنا اللي يعلم انت فلت من الموت بقى عجوبة لطيفة بس مش كل مرة تسلم الجرة وعشان ترتاحي انت بعبلك وهبلك كده عجباني جدا انا عايزك زي ما انت عايزة ارجع عليك زي ما انت مش ناصح حاجة تانية ولا زايدة على فكرة عاني بقى كده وخلي بالك من ناسك وخلي بالك من البيت حاضر حاضر يا اخوي عايزة حاجة؟ اعود سلامتك لو لقيت علي برا ابعتولي حاضر اشوفه اشكل وانت بقى الف كبير تروح وترجع بالف سلامة الله سلامة ويجعل لك في كل خطوة سلامة يا ربي يا ربي يا حمي خلاص يا رطيفة خلاص خلاص عشان ما بتعبيش ناسك تعمل كده يلا طبتنا يا حمي نسطرها معاك ويسطر طريقة يا بديع ووقف لك ولك الحالات علي علي ادخل لماما عشان عايزك في كلمتان وانا مسافر مشوار السورية كده هرجع بكرة بعد وكتير خالص ان شاء الله براحتك عم بقولك خل ود نديم يشوف لنا اتنين منطلبين وواحد كلاسك كده وواحد تاني شعبي عشان الفرحين عناية طب بنسبة لرقاصات والعوالي اسمع عن اللي بقولك عليه ودفن اللي بقولك عليه وخلي بالك من البيت كده ببالش؟ ولا خلي بالك من البيت واللي هاجي اعطرلك منه يا حبيبي يا بابا بابا انا مسافر مش خايف على ابوك حبيبي يا عبدو اتشكر انك ما قلتش لحد على حاجة شفتي بقى اني تابع ومليش شخصية اتيم اتيم يعني انت بتاخد على كلمة يعني ونزع علينا على كل حال انا ما قلتش لحد عشان اديك فرصة ترجع فيها تصرفاتك مش عشان حاجة تاني يعني ايه بقى رجع تصرفاتي منا انت قابل اي حاجة بانتخالتي محبش حد يجيب سارتك بحاجة وعشة انت عارفة الناس عندنا في المنطقة بيموتوا في اللات والعجل انفعت بقى البانة ببقى اللي اسوأ اللي مسوأش مع ان كل اللي بتقولو دي تفاهت من دماغك بس تحاضر حخلي بالي من نفسي طيب ممكن تطمنين عليكي اتطمن علي يا نازيم انا كويسة والولد اللي شفتني معا يومها ده واحد من شلة الكافيت وكان زميلي في الجامعة ولما الوقت اتأخر محبش ان اروح بتكسل واحدي ارتحت اعزوني فعلها عليك طيب اخوف عليكي مش بيديها بانتخابت صاحب دي يا ايه عملتوا ايه؟ كله تمام يا أستاذ الحمد لله قابلنا لأستاذ نبيل وحطينا شهدتنا وكله تم رافع عليكم تماشوا يا نبيل لازم تعوق يعني عشان ترتاح فضل قدامي انتي تدخلي في المواضيع دي لأ غطيفة يعني يرديك يا علي خالتك يترمو في السجن والله كل واحد بقى بيحوا الجزاق واحد اضربو على قديهم عشان يعملوا فوحهم كده في الاخر برضو خالتك غلبة وعايزين يعيشوا واللي زيهم ما يقدرش يقول لا عشان يعشش على بيته وما يعني ما يعشش شوجر بباع المحل اللي باستارزق منه هلقى انا في المحل تاني وفي موقع زي ده يخص عليك يا علي يعني عايز تطلع امك صغيرة قدام اخوتها طب انا اول ما فاتحوني قلت لهم ولا يهمكوا اعتبروا الموضوع منته علي ابني لا يمكن يكسر لي كلمة السرعت يا لطيفة كده يا علي تهون عليك امك هو انا يا ابني عمري اخرت عليك طلب من وانت صغير عيريني بقى يا لطيفة يا حبيبتي اللي عملتها عشاني ده عادي جدا كل الامهات في كل حتة بتعمل كده عشان خطر ولادها وانتو بتخلفونا ليه عشان تصغروا رقابتنا وتخلوها قد السمسمة وتخلو شكلنا وحش كمان على مهلك على مهلك على مهلك بس لا عشوة لا كان يا جميل اللي يعمل فيك كده خلاص عملك اللي انت عايزاه بجد يا علي إله هيخليك يا رب ويوقف لك ولا للحلال في طريقة بس خلي بالك انها كدها تحصل بشرط بشرط ايه يا حبيبي سيبيني مني اليوم في موضوع البيع والشارة ده انا اضرب مالي ويعرف ازاي ادوري برحتك يا حبيبي برحتك خالص انا باب الموضوع ده واستريحلي خلاص يعني ايه؟ هتسيب ممتك وخلتك عديلة هتحبسه مش هادر يا سادة مش ممكن تكون انت ناديم اللي انا عرفته يا سلام على اعتبار ان الموضوع ده جديد او اصلا المسالة فرقة معاك عبك انك فعي مني يا عفريت وعايز افهمك اكتر بقى لو سمحت جوز خلتك عطوطة معاني في المحل ماشي ياخدع احنا المرحلة الجاية داخلين على بيزنس كبير قوي بيزنس هينقلنا منطقة تانية خالص منطقة الملايين ويمكن المليارات كمان مليارات؟ بكرا تفهم كل حاجة المهم دلوقتي ان احنا ناخد منهم اعلى سعر وننركز قبل مرحلة الجاية مع عمك عبدالبديع عشان هو معام وفتاح البيزنس الكبير ده فهمت؟ لا بس متطمني انك فاهم انت عارف يعني عمسخ في دماجك قد ايه حبيبي قلبي هتسافر ايه؟ الطيارة كمان اربع ساعات بس انا مفروض بالكتير يبقى بعد ساعتين في المطر وما انت متعود كده هتسافر على سهوة؟ الظروف هي اللي حاكبت للأسف مقدش اتأخر لانها حاجة خاصة بواسيط الملحوم زي ما قلتلك هتتأخر؟ اوحشي ترد علي بقى هتتأخر؟ انا مفيش حاجة في الدنيا تتأخرنا عليك كبير يوم الجمعة بعد الصلاة اكون في مصر ان شاء الله انت بس خيال غريبي يمشى في اجراءات الفرحة عادي وخلي بالك لو غريب حاول يديك او يستغل على الموجود يبلغين على طول حاضر اهلا حاضر في الدنيا يا خرامي طب بعد ما اشوف الابتسامة الجميلة دي مرجعش بغمضة عينة طب ايه رائق بقى بعد الابتسامة دي انا مش مسافر لا لا عشان خاطري قص دي واسية ولزم تنفذها روح وترجعلي بألف مليون سلام اسافر غصب علي على نين عيني تسلملي وتسلملي عينك ايه يا ايه يا ايه يا ايه ولزمتها ايه بقى حكاية الشغل دي احبابتي هو احنا محتاجين طب ده انت ابوك باسم الله ماشاء الله ويرث شيء وشوية نستمي يا بنتة مبقدرش احسر ملازم عليك جاسم فيسر برا اه ياسم فيسر ويرث اللي بتقولي علي يا مابا مابا هو اللي ويرث مشان وبعدين هو احره في فلوسه وبيني وبين كنسات من قاعدة بيته الكمبيوتر يعني هتشتغل ايه بشهادتك دي؟ هو فيه حد دلوقتي بيشتغل بالشهادات يب مال بيشتغلوا بايه يا حبيبتي؟ بالكورسات اللي واخدينها في اللغات والكمبيوتر وانا الحمدلله شطرة في الاتنين طول عمرك عنادية ورأيك من دماغك بس اهم حاجة عندي انك تحافظي علي روحك صحيح انا يمكن ما بفهمش في الشغل بتاع اليومين دول لكن كل اللي فهموا ان احنا بقينا في زمن صعب لازم البنت تخلي بالها من نفسها وإلا الضيع ما بتقريش الحوادث اللي في الجرائد والبلاوي اللي مالي الدنيا ربنا يكفيك شرها يا حبيبتي شفاهم يعني ونفضل مدى الحياة وقفين مستديني الشنط واحنا بقيدنا ايه بس المطار زحمة ولازم نقض الشنط عشان نمشي ما انت لو كنت سمعت الكلام يا بنت كنت خلي انت كنت في مصر بشيرت اعضاء الناس الغلابة بتوعك وانا جيت هنا غطيت مكانك وزيادة عبدي انت عرف كويس قوي انا ضميري مش هيرتاح الا لما نافذ وسيط المرحوم كاملة عفوا حضراتكم محمين مصريين احنا كمان اعضاء في التحدي المحمين العربي تحت امرك تشرفنا انا ليلى الاسكندراني ومصرية وعيشة في سوريا من عشرين سنة يا اهل الوسائل المصرية عن اذنك يا نبيل اي خدمة هنا انا كنت متجوزة سوري وتوفى من سنتين تقريبا الله يلحمه معلش ادي حال الدنيا المهم هو كان كاتب لي محل في الحمدية باسمي ولما توفى بدأت المشاكل عنده زوجة تانية وابناء لا 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 خالص بس صاحب المحل اللي جنبي بدأ يطمع بالمحل وعرض انه يشتريه الباقي مفهوم لما رفضت طبعا بدأ يضايقك مش كده المشكلة اني هنا لوحدي هو صاحب نفوذ وعلاقات وانا ما بعرف شو اعمل معه ولا تحملها من اللحظة دي احنا اتنين اصدقاء مخلصين من بلدك هيقفوا وراك ويساعدوك الاخ اللحظة أبا دياء احنا في ايه ولا في ايه؟ هل يستنين فتل اسم ايه؟ أورينتل تحت عمرك اي وقت فرصة سعيدة جدا احنا على فكرة قاعدين في قتل اسم أورينتل تعرفيني؟ ده باب شرقي جنبي بيتي يا محاشي نتصرف يقولك سالكة ما بلاش حكاية السالكة دي مش كفاء اللي حصل في المنصورة رأيك فيه حد جاي يوصلكم القتير؟ لا هو ما فيش حد الحقيقة بس احنا ممكن نتصرف ناخر لموزين اي حاجة لا لموزين ايه وانا موجودة انا عربيتي برب باركينج هلا مناخل الشونة تبعتنا ونطلع سوا ان شاء الله احنا مش عايزين نتعبك ما يصحش يا تعبك الراحة يا مساحل يا رب حالوة ماشية على فكرة فيها كتير من القاهرة اول مرة تجي الشام؟ يا اول مرة بس انا عاني بحاس كده انها مش هتبقى اكل مرة طب يا ترى جايين فسحة ولا قضية لا يا ريتها كانت فسحة احنا نسينا كلمة فسحة دي من زمان احنا جايين الحقيقة ننفذ واصية الواحدة ست الناصرية عايشة انا زيك كده واللهي حلو على فكرة تي ممكن تساعدينها هي مدام اشجان ساكنة فان يا بولول هي اه في قرية قرية الاسد اه اصدق قرية الاسد واو واو شمع اللي لازم تبقى غنية قوي اصلي قرية الاسد دي عبارة عن فيلال شيك وحلوة كده يا فرج الله والله الطيرة اول ما نزلت مطر دمشق وأنا متفاعل ان شاء الله على طول اه benefic المفك efficiently او انا اشجاج من عدي مين عايزها هاين منزل ملحاً. مرسيق انا على تعبت معاها. ولا انا مش جديد على عرق الجبانة اللي عندها في مصر. طب شكتل بقى انك مش محتاج تشكرني عشان دي حاجة عادية. لا لا. بس ما عميلي. ما ننفعش قدام ديجل من المالك. وفرقاتك. ما نحنيش احترامة لزوء دي. و بعدين. كنت لي كده مجابه ومتفاعل قوي. طب طب مرتين ما بتركش. معين اول مواصلة المطار. كلمتها. قلاتنا في المزارنا الساعة 9 مساعة. طب لسه بدري. يمكن راح اتمشواره هترجع علمات. لزاقك. فيه. طي. خشوا قدادكو استرياحوا خدوا حمام. وانا حديك الكارت بتاعي. اول ما تتصل بيكو. اديني التليفون. حكون عندك بعد عشر دقايق على باب القطين. الله ده كتير. كتير قوي. انا مش عارف كده احنا هنتحاول لمستغلين. هستنى التليفونك. باي. باي. مع السلامة. باي باي. عبد. عبد. ايه. نعم. شايفي اجني الجمال مش شاكري. ايه دي حاجة لما تشوفها لازم تقوم بتاعي يا الله. وانت مفيش فايدة فيك. اعمل حسابك احنا ما نعرفش حد هنا غيرها. مش عايزين نخسرها. نخسر من يبل. عبد باديه دايما نكسبان. برضو ما فيش فايدة ما بتردش. انا كده بدأت اقلق. انا كمان مش فيها الحاجة. بس ما هنتكلم مادام ليلة. هي تيلي تودين العمان واناك نشوف الموقف على الطبيعة. طيب ما ناخد لموزين. هنتكلم مادام ليلة ليه. تزعيجها بس ليه. والله يا محد مزعك في الدنيا غيرك. هي كانت شتكتلك يا بارد. انت بسامحها بتقول اتكلمني وبعد عشر دقائق تكون عندك. قالو. انا عبد البديه القرندالي المحامي. اهلا بيك يا سبتك كل. اهو شفتي. ما فاتش نص ساعة وبدأنا نبقى طمعين. يا ترى بقى نطمع انك تعد علينا نروح هاي القسود ده. انذكره لأسد. ولله المعرفة هؤلك ايه. مرسى 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 مرسى. طيب يا قال سلامة. بعد ربع ساعة هتبقى قدامة بالأوتل يا بايخ ويهي التهزيق ده؟ مش هلت اللي عدول منتقل ومنتقلش؟ يلا يلا اهلا وسهلا جاه estat عامل ملح لا لا لم أفشي طامن الحمد لله بخير ايه ومي جوة عمي ساعد لبسة وعين مرشباه المهم ايه الحصن مفشي كنها طائعة شعلي بالليل مفجرت اوبلا بمعرف تحكم بالسائرة فتنا بسرط فعل عشي سباطل تزافر بالليل كنت الناس صوتها هيا في أي قوضة؟ أبي هيا، بس ما في لاعي تقلق الدكتور طمنا أنا مجرد ردودة بكرة لحن نخرجها حنين، 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 حببتي أهف المرض الشر عليك حببتي الحمد لله على سلامة بنتك يا عجان شكراً، المهي مطمينيني أخبارك إيه؟ أنت كويسة؟ أنا منيحة وأنا لا تخافي أنا أصفة إني دايقتك معي لا يا ديني؟ أنت أغلح حاجة بدنيتي كلها يا ما حذرتكم من الصفر بالليل مرت عمي الليل دخل علينا ونحن بالطريق بعدين شبنا هاي مو أول مرة بسوق بطريق بلودان بالليل خلصنا بعد كده بقى ما فيه سفر بالليل ولو أنت مصر أنك أنت تسفر بالليل سفر لوحدك وحنينت يبقى تحصلك تاني يوم مدام عجان مثل ما أنت بتخافي على بنتك أنا كمان بخاف على ابني وزيادة والحمد لله رب العالمين الله سلمها فلا تخلي خوفك على ولادي يفرق بيناتهم من فضلك أنا بأتكلم مع بنتي ومرت بي نفس الوقت والمرأة لازم تسمع كلمة جوزر ماما جهاد خلصنا بقى شبكو الساني الساني اتفضل قول عايس وقل ايه خلص ما في داعي له الكلام هلا المهم حمدل على سلامة حنين جهاد تسعى معي مشارة توصلني أصبع الله خير ديروا بعيكم على الطريق جهاد إن شاء الله يا ماما ليش هيد ليش هيد جهاد كتير بيحبني وبيخاف عليه بيخاف عليكي لو كان بيخاف عليك كان فتح نيو هزاية كان سمع كلامي ما كانش تتقبل الليل وكان السنة تاني يوم الصبح الدنيا مش هتطير بس جهاد معزول لأنه إجازته كلت معنا واربعين ساعة ونحنا كنا حابين قضي أكبر وقت منا بتدفع عنه على طول مفيش فايدة يا بنتي يا حبابتي خلي بالك من نفسك أنت وبس أنت أهل وحدة عندي في الدنيا بابا رد علي عادي لنتحسسوك بحالي طيب علو أهلين بابا تمام منيحة أنا شو أخبارك أنت؟ متحيق لي هاي هي الفيلا طيب لو سمحت يا بولم أنت تشوف الحكاية إيه وأنا مستنى أنا ومدام ليلة هنا في العربية حال بقولك إيه أنت مفكرتش تكرر تجربة الجواز بعد المرحومة؟ لا لا ليه؟ أنت مش ألقى جميلة أو جذبة أكيد تقولك ناس كتير صعب كتير لما تحب حد ويحبك ويكون مخلص معاك أنه تلاقي حد تاني تدي له مشاعرك وتحسي معاه بالأمن ما قولك؟ الأرجال المخلصين على أفهم إن يشيل عندك أنا مثلاً أنا مسلل إخلاصه الرومانسية مع زبتي؟ ربنا يخليكوا البعض أهي بس مش معنا كده أن نحضر قاة في القلب عليها لوحدها؟ ليه بقى؟ شوف يا ملاء قلب الإنسان ده زي البلونة كل ما تدي له أكسجين اللي هو العب كل ما يتنفخ ويطير يطير 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 زي العصر فيه أه بس خد بالك يا أستاذ عبد البديع عشان البلونة لو خدت أكسجين زيادة ممكن تفرقه مائجحك ولكني مسألت الدين بالعادة ما فرب танية خبط جامد يا بولول يمكن حد يفيدنا باشي حاضر حاضر ماشي اه اعوذ بالله مبكراش في الدنيا قد اليقص محبش الانسان اليقص ابدا منيقص لي ايه انت مش سماحي فريد لطرش وهو بيغني وهو مش يقص الحياة حلوة بس نفهمها الحياة حلوة محب الانسان الانسان ساخير الاشجان هنم موجودة اصلا طب خد بالك عبدالبديعبي يمكن صاحبك لأحد يفيدكم طبعا اذنك يا امر رجع تاني الاول اطلعت من الساعتين ما بعرك فن راحت وما بعرفين ترح تجع شكرين اه اهلا وسهلا علينا وفي ايه ابدا الباب يقول انها خرجت من الساعتين ما عرفش اللي راحت فين ولا راجع انت يعني ايه رجعنا التاني لونطة الصفر الموضوع اللي مش هيخلص ولا ايه سبحانه مغير الاحوال اللي بيشوفك واحنا رايحين ما بيشوفك واحنا راجعين ولا ايه استاذ نبيل اصلا احنا عندنا مش عمل كتير او مصر كان نفسينا يعني ننجز المهمة اللي احنا جاينا علشان نرجع على طول معلش طالما النوايا خيان ربنا ان شاء الله بيسحلها لكم هي النوايا مش خير برضو يا استاذ عبد البديع اجعل هنالك هو الشحور نعم اجله ان شحور 26 مادام ليلة زمباقيا مهانا ما جايزه عندها شغل بكر لكن انا بعرف محل سهر زريف وفيه كل اللي بد كونيا بسهر معقول كمان أقول لك كده يعني معقولة جوز يكمل أشغل المستشفى دي كان اختارك المستشفى يعني تلقي بينا طواما هو ما كان عم يفكر هيك كان بس بدو ينقلني على قرب مستشفى لأنه كان خايف عليه بعدين يعني المستشفى ما نسيقل هالدرجة أهو طبتك دي بقى اللي مطبعة فيك مخليها يتحكم فيك يعمل كل اللي هو عايزه لا ماما أنا متأكدة أنه جهاد بحبني وبعدين هو بحياته ما بخل عليه بشي بصي بقى أنا قلتلك قبل كده أن الحب ضحفه محالة ومدى بقى بنا بقى نحن نتجوز يبقى الرجل اللي لازم تتجوزي ده يسمع كلامك ويقدرك وما يخلي تكشفى أي كلمة مفهوم ومفكرة يعني لو عمل هيك كان رح يكون رجال بنظري لا طبعا أصلا أنا اللي بحبه بجهاد هو رجولته وقوته بتخليني حس حالي أني تحت حماية رجال حقيقي بيقدر يصورني ويحميني يحميكي؟ ما أنت في المستشفى ومن تحت رأسه لا جهاد ما دخله هذا قضاء وقدر بطل الدفع عنه متنفزيني تحته ما كدفش نفسه التمن عليك بمكلم التليفون واخده بعد ما رح يوصل أمه بطل الدفع مرحبه أهلا حبيبي معدر الورد بطل الدفع من حياتي بطل الدفع لعصلا بطل الدفع بطل الدفع أهلا حبيبي ما تريدك أن تتعلمني؟ اشتركوا في القناة 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 ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع الف سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى يلا اشربي اشربي بقى سلامتك اتخذت ضربت شمس بعينك ولا ايه؟ هو بالضبط جدا بس الشمس عندكم بتضرب مفترة شفايا هو أجارك فين؟ لسه ما جاشوا تعالوا تفرجوا عن الحاجات اللي عندي في المحل على بال ما يشرف حضرتكم قهوتكو ايه؟ انا سادة بسادة نبيل مصبوط حاضر اتفضلوا انها ما قلت ليش هتعمله معا ايه؟ لا سبهي علينا ده مش هنغلب معاه اه ممكن لو سمحت التليفون؟ اه طبعا طبعا اجرب ايه ممكن ترد؟ انتو لسه ما وصلتوا لهاش؟ يعني ايه هتروح فين؟ مسير هتقع بس خد بالك لا تقع على عينك التانية واضح ان عيني بتفتح نفسك على الهزار اه؟ الوه؟ مادام عشجان؟ انا نبيل راجح اللي كلمت لحضرتك من مصر اه وصلت مبارح انا والاستاذ عبد البديع القرندالي ابنها خنوح بيه؟ احنا بس كنا طمعنين يعني لو سمحت تسمحيننا بالزيارة اه عشان الموضوع المهم اللي كلمنا حضرتك عنه حالا؟ انا جاي لحضرتك دلوقتي مع سلام يا فندي يلا بينا يلا بينا يلا بينا ايه؟ مش لما نشرب القهوة ونشوف الراجل اللي مدايق مادام ليلة؟ راجلي دلوقتي عبد البديع بس ده وقته احنا عايزين نلحق السادت الاول قبل ما تختفي تاني وبعدين هنرجع ان شاء الله نشرب القهوة معها مادام ليلة تقلقش نبيل بي معاحا احنا لسه في اول نهار هوصلكو وما نرجع نشرب لها تفضلكم مفيش بينا مفيش بينا كل مصيبة وراها راجل انا في الاول ودلوقتي بنتي بنتي الوحيدة باشجان خانم عايز ايه؟ في الشخصين اللي جاي من مصر ماينتظروا حضرتك على المصباح خلي مراد يسيب عليهم الكلام يلا